اشتركوا في القناة عشان ما تنسوه بس اللي حاب يحط اللايك يحطه اللي حاب يحط الدس لايك يحطه اللي حاب يعمل اللي بده يعملوا يعملوا بس حبيت اذكركم يعني عشان ما تنسوش بس يعني مش عشان اكثر من هيك طبعا القمر اليوم موجود في منزلة سعد بلع هي العلاج والفراخ واتلاف الاموال والحرية ورح يمكث فيه حتى تمام ساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر موجود في الجدي زي ما حكينا تأثيره على جميع الابراج بالفترة هاي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا او يسيطر علينا روح التشاؤم او على بعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بغسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية برضو او شراء بوليس التأمين مثلا او الاشتراك بتأمين معين بالنسبة لزوايا الفلكية فعنا اول زاوي هي زاوي التثليث ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ وطبعا بالنسبة للزوايا تأثيرها بكون طيلة النهار يعني ما تأخذوا انه في نفس الوقت اللي انا بذكره هي اوجها في وقتها ولكن هي بتأخذ طيلة النهار معنا طبعا زي ما حكينا زاوي التثليث ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة الثانية و 21 دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و 54 دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 21 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار ساعة 5 و 21 دقيقة مساء بيبدأ خلو المسار ورح يستمر لليوم التالي أي لصباح يوم الأربعاء 9-2 يعني لتمام الساعة 21 و 20 دقيقة صباحا وهاي الزاوية دائما أو خلو المسار بيصير هي في فترة أنه القمر بيكون بدو ينتقل من برج لبرج ببطل شكل زوايا ما بينه وما بين الكواكب خلو المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الأبراج دون استثناء طبعا القمر بالنسبة لعمره انحسار الهلال 26 يوم في تمام ساعة 2 و 43 دقيقة صباحا بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في الجدي حتى يوم 10-2 سعيد بنسبة 60% عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم 21-2 سعيد بنسبة 43% الزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحس بنسبة 40% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بطبعه يعني صفر له إيجابي وله سلبي أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم الأجواء أحسن من يوم أمس تقريبا أنت اليوم مشحونة بطاقة إيجابية رغم أنه في بعض التقلبات النفسية عندك أو ممكن تتذايق أو يكون عندك إحباط من الملل أو حاب تعمل تغيير عشان هيك بنصحك أنا للخروج وتغيير الجو ما بنصحك أنك تظلك عاكف على نفسك ولا تترك أنه الملل أو الاكتئاب يسيطر عليك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستمع المالي وهذه بتفتح لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم الأجواء جيدة ماليا ولكن ممكن تحمل بعض المصاريف اللي ممكن تيجي من عمل إضافي يعني تيجي بشكل مفاجئ يعني إما ديون أو قروض أو يعني اهتمام بوضع مالي معين أو مصاريف علاجية أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل يعني تفتح لك مجالات جيدة وعندك سرعة بديهة قوية وقدرة على التواصل جيد ولكن حاول تضبط عصبيتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة جدا يعني بتعزز العلاقة العائلية ممكن اليوم يكون في نوع من أنواع الاهتمام في مسألة عائلية أو تواصل عائلي أو اجتماع عائلي في منك ورح يهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو الشؤون البيتية بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء تحمل نوع من أنواع الإيجابية رغم أنه في بعض التقلبات العاطفية موجودة عندك إلا أنه اليوم جيد يعني ممكن تتعزز بعض الأمور العاطفية أو يكون في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الوالدين بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل تفتح لك فرص ممتازة ممكن اليوم تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عن طريق مساعدة أحد زملائك مثلا أو أفراد الشركة أو العمل اللي أنت بتداوم فيه أو بمساعدة الوضع الصحي بحاجة لبعض الاهتمام بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا بتحمل إيجابية جيدة على نوع التواصل ما بينك وبين الشريك تعمل تقارب وبرضو ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التفاهم ما بينكم وممكن تصلوا لبعض الحلول أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تفتح مجالات جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم في أمور إلها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين أو بعض المصاريف اللي إلها علاقة بأحد المقربين إلك أو مصاريف استشفائية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء شوي ضاغطة على مواضيع إلها علاقة بأشياء من خارج البلاد ممكن اليوم يصلك خبر أو تستقبل شخص جاي من خارج البلاد أو اتصال ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ممكن تتوتر أو تقلق أو تنشغل في هاي المسال اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بما أن القمر ما زال موجود وهو بوضع سعيد فيوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه بيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتفتح لك على مستوى العلاقات الاجتماعية ولكن بدك تحذر من سوء تفاهم أو خلاف أو جدال أو نقاش أو حوار حد ممكن يكون ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة هي سانديتك وممكن أنها تحميك على مستوى الصحي برضو على مستوى التغذي ممكن تهتم ببرنامج غذائي أو حتى بأشياء لها علاقة بالعلوم الغيبية طبعا القمر بما أنه مازل موجود في البيت التاسع فالطاقة عندك عالية جدا اليوم عندك رغبة أعلى وأعلى لمستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأجانب أو حتى بالدورات اللي إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بثقافة إلها علاقة بفلسفة بدين حتى بأمور المناقشات على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالراحة النفسية فالأجواء جيدة جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتساندك على المستوى المالي صحيح المساندة مش قوية ولكن تحمل بعض الفرص المالية ولكن احذر من المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة وعندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع ممتازة رح تنجح في أمور الهلاقة بالمراسلة والاتصالات والتواصل حتى على مستوى الامتحانات رح يكون لك اهتمامات جيدة أهم شيء أنه اليوم رح يكون لك تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أو تسعد بخبر معين بتعلق فيهم بالنسبة للبيت الرابع الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت وهذا بيحمل نوع من أنواع المشاحنة أو سوء تفاهم ممكن تنشغل بمسألة إلها علاقة بالبيت أو تصليحات ترميمات أو مسألة عائلية تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي اليوم أنت مشحون بطاقة كبيرة وهي بتعزز نقاط قوة وتقارب جيد ما بينك وبين الأحبة ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالحبيب أو بأحد الوالدين بالنسبة للبيت السادس الأجواء ممكن تضغطك على مستوى العمل ممكن يصير عندك أكثر من مسألة إلها علاقة بالعمل أو توتر بالعمل أو حتى سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء ما رح تكون الأجواء صعبة كثير بالعكس يعني ممكن تنجز بعض الأمور وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم على مستوى بيت الشراكة وهي بتعمل تعزيز علاقة ما بينك وبين الشريك وتقارب جيد ممكن اليوم تهتموا ببعض المسائل وممكن يكون فيه مصالحة أو نقاش أو حوار أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا ضاغطة على مسألة إلها علاقة بالأموال المشتركة أنت بتحاول تجد بعض الحلول إلها علاقة بأموال الغير وهي الأمور اللي موتريتك في الفترة الحالية بحاجة للتركيز شوي وإن شاء الله الأمور بتصير جيدة أما بالنسبة للبيت التاسع فزي ما حكينا أن القمر موجود في بيتك التاسع فبتنشطوه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معاكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك الفترة هاي نجاح وحض في حياتك العاطفية والعائلية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا تضغطك على مستوى بيت السمعة ولكن برضو بتفتح مجالات جيدة لها علاقة بتعزيز العلاقات مع شخصيات لها مكانة إما بسلطة أو بمركز اجتماعي بساعدوك في شيء يعني زي واسطة أو نوع من الدعم لا إلك أهم شيء أنك تحافظ على سمعتك من بعض التشويهات وضبط أعصابك ومعفداعي للمخالفات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية اليوم ممكن تنشط ببعض العلاقات الاجتماعية أو لقاء الأصدقاء أو الأصحاب وهي بتعمل تقارب جيد فممكن تجد لبقى بعض الحلول اللي بتكون لصالحكم يعني الأجواء رائعة استغلها اجتماعيا برضو اليوم بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء بيتك 12 عفوا الأجواء جيدة شيئا ما ما فيها التوتر راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ولكن اجمالا الأجواء جيدة وسانديتك ودعمتك بقوة ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الجوزة طبعا اليوم الأجواء يعني مش بها القوة بس أحسن من الأيام الماضية وخصوصا أن القمر صار يتجه باتجاه بيتك التاسع بيكون الجو يعني قوي شوي ولكن ما زالت الأجواء متوترة بتشعر بنوع من الخوف أو القلق أو التوتر أو بسوء التفاهم يعني يوم بتصير الأجواء أحسن على المستوى النفسي في نشاطات جيدة راح تكون على مستوى البيت الثاني على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات خلال هذا اليوم أو تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالمال أهميش أنك ترتبها بشكل جيد وتقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالنشاطات الفكرية عندك سرعة بديهة قوية ولكن نسبة التوتر عندك عالي فممكن تعصب بسهولة أو تخرج عن السيطرة وممكن توجه كلام جارح للأشخاص اللي بتتعامل معهم ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالبيت اليوم عندك اهتمامات منزلية أو عائلية بشكل كبير فيه نوع من أنواع الاستقرار ولكن فيه نوع من أنواع الإجتهادات زي ترتيب، تصليح أو حتى اهتمامات ببعض المساعي كمشتريات منزلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء أحسن شيئا ما رغم فيه أنه فيه توتر أو قلق على صحة أحد الأحبة أو على مسألة بتتعلق في أحد الأحبة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل تقارب ممكن يصير فيه تلاقي أو يعني شيء بجمعك مع الحبيب خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت السادس الأجواء على مستوى العمل جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط القوية اللي بتقارب ما بينك وبين الحبيب يعني أو بينك وبين الشريك أو بين الأزواج ممكن تحمل قراجع عن قرار سابق أو مصالحة أو حتى اهتمام بشؤون الزوج بالفترة هاي رغم أنك أنت على وشك تتخذ قرار حاسم بالنسبة للبيت الثامن طبعا القمر موجود في البيت الثامن اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير بتطلاق مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء مازل فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق على مستوى أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بمسألة العلاقة بسفر أو حتى بتواصل ومراسلة وممكن تكون متوتر بانتظار شيء جايك من الخارج أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وهي بتعزز طاقتك على مستوى العمل على مستوى رؤسائك بالعمل وممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء على بعض الإنجازات بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية وهي بتعزز من علاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو على مستوى العلاقات الاجتماعية كلقاءات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء أخف اليوم ضغط عليك بس أهم شيء أنك تراقب غذائك وتراقب راحتك وما تهمل صحتك الأجواء تحمل برضو بعض الإيجابيات ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في بعض المجالات اللي إلها علاقة بالغيبيات برج السرطان طبعا بما أن القمر موجود مقابلك تماما فهذا لسه بضغط عليك فعشان هيك بتحس طاقتك ضعيفة بالفترة هاي الوسواس شغال والقلق شغال حاول أنك ما ترهق حالك بشكل كبير الفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة ابعد عن التوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا يعني ممكن تهتم ببعض المسائل المالية اليوم في منكم ممكن يحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو بعض الهدايا ولكن الأهم أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة وانت مشحن بطاقة جيدة للاتصالات والتواصل والمراسلات ولكن أهم شيء تنتبه أثناء القياد لأن التركيز بيكون عندك شوي ضعيف وبرضو عندك ردة فعل سلبية في بعض الأوقات ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا تحمل بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية ممكن تهتم بصحة أحد الأقارب أو أحد أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالبيت كمشتريات أو ترتيبات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيد جدا وعلاقتك ما بينك وبين الأحبة ممتازة رغم أنه في بعض التوتر ممكن سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش قديم ولكن إجمالا يعني بتقدر تتجاوز المرحلة ممكن يكون لك بعض الاهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل جيدة جدا وهي بتعزز نقاط قوة بالنسبة لك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة أو حتى صحتك أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هذه فترة يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط لأنه زي ما حكينا بتسحب من طاقتك ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء ضغط عليك شوي على المستوى الأموال المشتركة إما أنه قلق من وضع مالي معين أو عليك مصاريف زيادة أو قروض أو ديون بتحاول أنك ترتبها بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات الأجواء بتدعمك بقوة حاول تستغلها لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالحالة زي ما نحكي بيت السمعة الأجواء لا هي إيجابية كثير ولا هي سلبية كثير ولكن حاول أنك ما تتغيب عن عملك وما تتأخر عن عملك وما تدخل بأي مواجهات ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع التوتر على المستوى السمعة يعني بمعنى آخر لا تخالف القوانين ولا تجازف ولا تغامر أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء هنا بتعزز علاقتك مع بعض الأصدقاء ممكن يعمل لك تقارب أو إنجاز معين يقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق أو اتصال منه بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء ضاغطة إشي بسيط فعشان هيك منقول لك لا تحمل صحتك راقب شؤونك الصحية بشكل جيد راقب غذائك وراحتك وما ترهق حالك بشكل كبير برج الأسد طبعا الأجواء بلشت شوي تضغط على العامل النفسي عندك الأجواء صحيح إنه فيها إيجابية ليلك إلا إنه هي ضاغطة نفسيا عليك متوتر أو قلق أو مشغول في أكثر من أمر مع بعض ريح مخك شوي ورتب الأمور الضروري يعني المهم فالأهم وحاول ما تخلي الاكتئاب يسيطر عليك بالنسبة للبيت الثاني إلا أجواء جيدة ودعمتك بقوة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن احذر من المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص يعني حتى بالمناقش بتقدر تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك سرعة البديهة عندك عالية وقدرة الإقناع عالية وبرضو اللي عنده امتحانات أو مدارس الامتحانات المدرسية تقريبا ما دون الثانوي الأجواء عندك بحاجة للتركيز ما تعتمد على الحضوظ وممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالبيت الأجواء جيدة ودعميتك بقوة فممكن يكون عندك مناسبة أو اهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت مشتريات أو ترتيبات أو حتى ممكن اهتمام عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا شوي يعني بتفتح بعض المجالات للنقاش أو الحوار ما بينك وبين الحبيب حاول تضبط أعصابك وحاول أنك ما تندفع وما تتهور بالفترة هاي ما في داعي للانتقادات أو سوء للمعاملة ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود في البيت السابع انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة لها بيت بيتك السابع وهنا تعزيزه بيكون على بيت الشراكي تحديدا عشان هيكي منقول لك بيت الشراكي بما أنه الشمس موجودة فالطاقة بتكون أضعف ركز لأنه الزوايا كثير موجودة ما في داعي للخلافات أو الجدالات أو النقاشات الحدي ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة ودعميتك بقوة وهذه بتجيب لك أموال مشتركة يعني أموال ما بتعود لك مش ملكك كنوع من الدعم أو قروض أو تسليف أو مساعدات يعني الأجواء بتدعمك على هذه النقطة ولكن راقب الديون والالتزامات اللي عليك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأشخاص خارج البلاد ممكن تهتم باتصالات أو تهتم بمراسلات ممكن تهتم بدعم ممكن تهتم حتى بشؤون دراستك الأجواء جيدة حتى اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بيبدع فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء أحسن على بيت السمع اليوم أنت محصن بشكل قوي وهي بتعزز نقاط قوة حتى أثناء علاقتك مع أشخاص أو شخصيات أو رؤسائك أو زملائك بالعمل وممكن إما تحصل على عمل جديد أو تكريم على إنجاز معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا يعني بتركز على نقاط قوية جدا بالنسبة لك لها علاقة بالعمل الاجتماعي اليوم ممكن تنشط ببعض الأمور الاجتماعية وحتى ممكن تكون ضاغطة شوي يعني التزامات ومسؤوليات رتب أمورك بشكل جيد حاول أنك تتواصل بشكل جيد مع أصدقائك ممكن يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك بأمر ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء آمنة بالنسبة لك هنا بتشكل لك نوع من أنواع الحماية أو نوع من أنواع الدعم فعشان هيك يستغلها بشكل قوي اللي يعني تكون الأمور لصالحك ما تهملها وما تتقاعص بتلاقي الأجواء مشت بشكل جيد اللي إهمال والتقاعص على المستوى العمل وعلى مستوى الصحة برج العذرة طبعا اليوم طاقة عالية وأعلى من يوم أمس عشان هيك الأجواء رح تدعمك بقوة أكثر اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم ببعض الأمور حتى الحضوض بتلاقيها دعميتك أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المصاريف أو الترتبات المالية أو قلق على وضع مالي معين حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتركز وابعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل حتى قدرة الإقناع عندك عالية والترويج لسلعة أو لمشروع معين جيد جدا حتى اهتمامك بالاتصالات والمواصلات قوية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتركز على شؤون البيت لا تهمل الأمور المنزلية أو العائلية أو أفراد العائلة ممكن يكون في ضغط على التزام معين أو الاهتمام بمصالحة مثلا أو الاهتمام ببعض الشؤون المنزلية أو الترتيبات أو التصليحات يعني بحاجة الأمر لا نوع من أنواع أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا الأجواء داعملة إليك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحح الأخطاء في هاي الفترة وعمل على المصالحة بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع لإرباك على مستوى العمل تتراكم الأعمال عندك أو بتتوتر على مسألة إلها علاقة بالعمل حاول تصفي ذهنك شوي وتركز وتعرف إيش بدك بالضبط بتلاقي الأمور مشت لصالحك أما بالنسبة للوضع الصحي هو بحاجة لبعض الرقابة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء أصبحت أأمن الآن بتقدر تبادر بمصالحة أو تتراجع عن قرار سابق أو تعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي الأجواء بتدعمك بقوة وممكن إنها تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز هنا على أمور إلها علاقة بالسفر إلها علاقة عفوا بالأموال المشتركة اللي هي أموال الغير أو أمور إلها علاقة بالبنك بضريبة بتأمين بمستردات بقروض بميراث بغيبيات كلها هاي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية لا إلك بس أهم شيء ممكن تظهر بعض المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع وهو بيت السفر الأجواء جيدة اليوم بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والتواصل وسرعة البديهة والامتحانات حتى البحوث المناقشات كلها هاي أجواء جيدة بالنسبة لإلك وممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أجنبي عنك أو واحد من خارج البلد اللي أنت منها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا أقوى على مستوى بيت السمعة ولكن ما تجازف وما تغامر وما تتهور ودير بالك من الانتقادات والكلام اللاذع عشان ما يتسجل عليك اشحن حالك بطاقة إيجابية وابعد عن أي مواجهات وما تخالف القوانين وابتعد عن مخالفة الأمور اللي ممكن إنها تشوه سمعتك بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى العلاقات ممكن أحد العلاقات يدعمك بمسألة معينة وممكن تحصل بعض الأشياء اللي تكون لصالحك أو المكاسب اللي تكون لصالحك خلال هذا اليوم حاول إنك ترتبها بشكل جيد عشان إنها تكون النتائج إيجابية وقوية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا يعني شوية طاقة ضعيفة عندك عشان هيك أنت عرضة للتعب حافظ على صحتك حافظ على غذائك حافظ على راحتك حاول إنك أنت برضو تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر ما في داعي إنك أنت تجهد حالك زيادة عن اللزوم ولا بالتفكير ولا حتى على المستوى الصحي حاول إنك تدير بالك على حالك طبعا القمر موجود في البيت الرابع فما زال التوتر موجود لأنه تربيع مع برجك بتشعر ببعض القلق أو التوتر بالفترة هاي بتحس إنه الطاقة ضعيفة عندك وبرضو بتلاقي حالك عصب شوي عندك نوع من أنواع الحدية والأمور مش ماشية مثل ما بدك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي وهي بتفتح لك بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمال زي مكاسب مالية أو أمور إلها علاقة بالمستردات أو الهبات ولكن بدك تحذر من المصاريف ما في داعي للتصرع في الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وأمور إلها علاقة بالنقاشات والحوارات عصبيتك بس حاول أنك تضبطها بتلاقي الأمور بتصير لصالحك ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على البيت أكثر فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر هاي الفترة مشكلة شخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة وراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعاطفة وإلها علاقة بالحبيب ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق ممكن يكون على أحد الأبناء أو يكون على أحد الأحبة وممكن يعني شوي هيكي الحظ تلاقي مش ماشي معك بشكل كامل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالاتصالات إلها علاقة بالصحة عشان هيك أحاول أنه اليوم الأجواء جيدة جدا على مستوى العمل وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات يعني اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية ممكن تلاقي في بعض المساعدة تيجي من أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على بيت الشراكي دير بالك من الخلافات صحيح أنه منزعج من مسألة معينة أو ممكن نقاش أو حوار أو تستاء من تصرف يعني ممكن يقوم فيه اللي هو الشريك الزوج فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتركز على أموال مشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل للهلاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو ديون أو جدولة حسابات لإلك أو استرداد بعض الأموال اللي لإلك فيه منك رح يهتم ببعض المسائل الغيبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتعزز نقاط قوية لإلك على الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات الخارجية والتواصل مع أجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وهي بتعزز نقاط قوية بالنسبة لإلك حتى على مستوى الدراسة والامتحانات حاول تستغلها بشكل إيجابي ولكن ما تعتمد كثير على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فبنقولك دير بالك على السمعة يعني صحيحنا ما بتخوف كثير ولكن برضو اهتم بعملك ما تتغييب كثير اهتم بزملائك أو بالأشخاص اللي بيعملوا معك بدون نقاشات أو حوارات حد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الاجتماعية بتلاقي أنه عندك مسؤوليات كثيرة عندك اهتمامات كثيرة وممكن تكون مرهقة شوي أو متعبة أو تحمل بعض سوء التفاهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على أشياء يعني شوي مؤبدها نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي أو الرقابة الصحية أو حتى على صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا الأجواء قوية بالنسبة لك اليوم يعني بتحس بنوع من أنواع الطاقة الإيجابية مشحون بطاقة عالية جدا أنت بالفترة هاي لا التحرك أو للاتصالات أو للتواصل أو للتنقلات بتلاقي عندك يعني طاقة رائعة حتى ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فمنلاقي الأمور على المستوى المالي ضاغطة عليك عليك مصاريف عليك دفعات حاول أنك تبعد عن المصاريف لزيادة حاول أنك تبعد عن أي شيء له علاقة بالدفعات المالية الجو ضاغط بالنسبة لك بشكل كبير فعشان هيك المصاريف هي أكثر شيء بأرقك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء جيدة وبتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان وعندك قدرة لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني اليوم ألطف شيئا ما على مستوى البيت بتعملك نوع من أنواع التقارب أو الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أو مشتريات أو عمال منزلية ممكن ترهقك شوي وممكن يكون فيها نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا والحضوظة بتدعمك في بعض المسائل أهميش أنك تركز بشكل جيد حاول أنك تستغلها وممكن يكون لك اهتمام بالحبيب بشكل قوي أو بأحد الأبناء في منك ورح يهتم ببعض المسائل التجميلية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل ممكن يعني تنضغط في مسألة إلها علاقة بالعمل أو يتراكم العمل عندك شيئا ما حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك أنت ترتب عملك وما تراكم عندك يعني ما تخلي الأعمال تتراكم عليك عشان هيك الأمر بتطلب منك التركيز وما تهمل صحتك بالنسبة للبيت السابع الأجواء أحسن اليوم شيئا ما على مستوى التعامل ما بينك وبين الشركاء ممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب وممكن مصالحة وممكن حتى أنك تتراجع عن قرار سابق ولكن أضبط أعصابك وحديتك بالنسبة للبيت السابع ذكرناها بالنسبة للبيت الثامن هنا من ركز على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض أو تسوي أو أموال الشريك أو حتى ببعض الدفعات أو حتى بنوع من أنواع الاهتمام ببنك أو ضريبة أو تأمين أو يعني دعم خارجي بتهتم فيها بشكل كبير وممكن ترتب بعض الديون أو الالتزامات أما بالنسبة لبيتك التاسع في الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والسفر والتنقلات ومشحون بطاقة عالية جداً وبتدعمك على مستوى حتى الامتحانات الجامعية والمناقشات أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بتركز على أمور إلها علاقة يعني بالسمعة لا تجازف لا تغامر لا تتهور لا تدخل بأشياء مشبوهة وحاول أنك تلتزم بعملك ما فيه داعي لنقاشات أو حوارات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية وممكن تلاقي دعم معين أو حتى أنه يعني يتوجه لك شيء معين أو دعوة معينة أو لقاء معين أو ممكن أحد الأصدقاء يساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور اللي احنا قلنا عنها ضاغطة شوي فعشان هيك ما تهمل صحتك ما تجهد حالك ما تهمل تغذيتك خذ قصد كافي من الراحة بتلاقي الأجواء صارت إيجابية طبعا بالنسبة للقمر موجود في البيت الثاني عندك على المستوى النفسي اليوم أنت أحسن من الأيام الماضية مشحوني بطاقة إيجابية عالية جدا حيويتك ممتازة ولكن في لحظات ممكن تفقد السيطرة على أعصابك عصبية أو حدية بالطباع بتكون عندك ضبط الأعصاب اليوم مطلوب عندك بالنسبة للبيت الثاني طبعا ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات متنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتنظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال بتهتم لمناقشة أو لدعم مالي أو لقرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما أما بالنسبة للبيت الثالث فزي ما حكينا العصبية والحدية بتسيطر عليك اليوم أنت بدك تحذر أثناء تنقلاتك أثناء نقاشاتك أثناء حواراتك إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظود ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعزز علاقتك على مستوى البيت ممكن تقوم ببعض النشاطات المنزلية أو الاهتمام بتصليحات أو ترميمات أو مسألة عائلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء مش سلبية ومش إيجابية على المستوى العاطفي ولكن فيه شيء له علاقة بالتواصل رح يكون مع أحد الأبناء أو شيء له علاقة بموضوع معين بتعلق بالحبيب ممكن نتفكر فيه موضوع له علاقة إما بالاهتمام بالبشرة أو تجميلة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا تقريبا بتكون أجمل شوي عندك طاقة لإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بعمل ما ممكن تهتم بشؤون صحية خلال هذا اليوم أو يطمئن بالك من مسألة العلاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا جيدة جدا بالنسبة لإلك وهي بتعزز من علاقتك ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفي ممكن يكون لك بعض الاهتمام الجيد بالشريك وممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة ممكن تحمل لك مصالحة أو فتح موضوع ومناقشة بموضوع ما الأجواء برضو بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتعزز نقاط إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو قرض أو تسوية أو أوراق قانونية أو معاملات ممكن تهتم بسلف معينة أو دين أو سداد دين أو أموال اللي إليك بتحاول أنك تحصلها بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن إذا كان عندك امتحان أو مناقشة أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض بالنسبة لبيتك العاشر وأنا بنقول لك لا دير بالك على سمعتك صحيح الأجواء ما بتخوف صحيح أنه ممكن اليوم تسمع إطراء أو ثناء أو يعني تمجز بعض الأعمال أو يصير في تقارب جيد ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل وممكن بعضك يكون عنده مقابلة لعمل ولكن زي ما حكينا تركيز وبدون تهور بالنسبة لبيت الأصدقاء الأجواء جيدة وهي بتدعم من علاقتك بالأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم بالنسبة لبيت المتاعب يعني الأجواء جيدة شيئا ما يعني ممكن اليوم تهتم بشؤون صحية أو أمور إلها علاقة بالغيديات أو تهتم بشؤون أحد الأقارب أو المقربين لإلك بوضع صحي معين برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني فضغط على المستوى المالي يعني فيه موضوع له علاقة بالمال هو اللي شوي مقلقك يا أما بتبحث عن دعم أو بتبحث عن حل مسألة مالية معينة ممكن تكثر عندك المشتريات أهم شيء أنك تحافظ على صرف الفلوس يعني دير بالك من النفقات والمصاريف لزيادة ما في داعي لإلها بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات على مستوى المناقشة على مستوى الاهتمام بالسيارة أو بالتليفون ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار اليوم بشكل إيجابي اللي عنده امتحان أو مقابلة رح يقدم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع القلق على مسألة بس مش بشكل كبير ممكن تهتم بتصليحات بترميمات بشؤون بيتية منزلية عائلية ولكن الأجواء زي ما حكينا إيجابية أهم شيء أنك ما تهمل الوضع العائلي بالنسبة للبيت الخامس الأجواء ممتازة جدا على مستوى علاقتك بأفراد العائلة ممكن تهتم بأحد الأبناء أو بالحبيب اليوم الأجواء بتساعدك بالعكس أنت عندك طاقة إيجابية للحب للتواصل مع الحبيب أكثر من الأيام الماضية الحظ ما بدعمك بشكل كبير ولكن ممكن ينجدك في مسألة ما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل لا هنا من لاقي أنه ممكن تتراكم أو تتمشكل في بعض الأعمال ما تمشي معك بالشكل اللي أنت بدك ممكن تهتم بمسائل الهلاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل لكن راقب وضعك الصحي ما فيه إيش بخوف ممكن يكون إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور الشراكة ممكن يكون فيه إلك حوار أو نقاش أو معالجة مسألة ما بينك وبين الشريك أو الزوج خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على الديون على الالتزامات على أموال الغير ممكن تبحث بعض المسائل وتحقق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك لا تدين حد ولا تكفى الحد بالفترة هاي بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وممتازة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات الجامعية أو دراسة لغة أو ثقافة ما في منك رح يبدع اليوم بالمناقشات اللي إلها علاقة بالسياسة أو إلها علاقة بالفلسفة والدين أما بالنسبة إلى بيتك العاشر بيت السمعة شوي متوتر عشان هيك من قلك دير بالك من أي نقاش أو حوار حاد ودير بالك أنك تخالف القوانين أو تدخل بمجازفات بالفترة هاي ممكن يعني تسمع بعض الإطراء على إنجاز بعض الأعمال أو تنهمك بإنجاز بعض الملفات اليوم أهم إيش أنك ما تتأخر بالدوام أو عن الدوام أو تخالف قوانين العمل الفترة مش مناسبة لتقديم طلبات العمل يعني كمان يوم بتصير الأجواء أحسن أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن اليوم يصير فيه تعاون جيد ما بينك وبين صديق مثلا أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دعم من أحد الأصدقاء لا إلك أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني ما زال فيها بعض التعب أو الإرهاق ممكن تعاني من بعض هيك الكسل أو حتى عدم الرغبة بإنجاز بعض الأمور أو تشعر ببعض التوعوكات راقب وضعك الصحي راقب تغذيتك حاول أنك تأخذ قصة من الراحة يعني ما ترهق حالك بشكل كبير برج الدلو طبعا لآخر يوم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيكي منقول لك يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيب الآمال يعني على مستوى بيت متاعبك على مستوى بيتك الأول يعني الضغط كبير عليك لأنه ممكن اليوم تندم على أي خطوة بتقوم فيها إذا ما حسبتها بشكل صح أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي يعني بتعزز بعض النقاط ممكن تحصل بعض المكاسب أو بعض الهدايا خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بأمور مثلا دعم مالي أو إنك تحل مسألة مالية ولكن الأهم إنك يعني المصاريف دير بالك من المصاريف البيت الثالث جيد بالنسبة لإلك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات سرعة البديهة عندك عالية وبتعزز نقاط قوة ما بينك وبين أحد الإخوة صحيح أنه ممكن يستفزك موضوع معين ولكن إجمالا عندك القدرة على تجاوز الضغوط بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيد اليوم على مستوى البيت وهي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المشتريات أو التصليحات أو الترميمات أو بالمسائل البيتية بشكل جيد بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني شيئا ما الأجواء جيدة ممكن تخلي في تقارب ما بينك وبين الحبيب أو تعاطف الحبيب معك خلال هذا اليوم وممكن تحمل لك مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق الأهم أنك ما تتخذ قرار صعب الفترة هاي ولا قرار حاسم ما تبالغ بحضوظك بشكل كبير ممكن يكون لك تعامل مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تمجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن بدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على بيت الشراكة طاقة البيت هذا ضعيفة فعشان هيك بنقول لك دير بالك من أي خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الشريك لأنه ممكن تتطور الأمور أو تصل لمرحلة يعني خلاف حاد ما بينكم ما تدخلوا بنقاشات حادة ما بينكم وبين بعض حاول تأجلها لحديث ما يوصل القمر لعندك عشان تكون أنت بمركز قوة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على الأموال المشتركة في فرصة اليوم لتحصيل أمور إلها علاقة بالأموال عن طريق قرض أو تسوي أو أمور بنكية أو أمور إلها علاقة بشؤون دين إلك أو تعالج مسألة فيها نوع من أنواع القرض أو الديون تحاول تحلها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن يصلك خبر من خارج البلاد مزعج أو يعني شوية يوترك اشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو مقابلة لا تعتمد على الحظوظ بدك تدرس بشكل جيد وتقدم بشكل جيد بدون تسرع ممكن يصير خلاف بينك وبين أحد الأجانب أو شخصية خارج البلاد أو خبر مزعج يجيك من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل جيد ممكن اليوم تسمع إطراء أو ثناء على إنجاز بعض الأعمال أو ممكن شخصية هامة تدعمك في مسألة معينة أو توعدك في مسألة معينة وبرضو الوقت جيد شيئا ما لا أمور إلها علاقة المحافظة على السمعة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بقوة فممكن يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أهم إشي أنك تحافظ على كلامك ما بلاش يكون كلامك جارح أو توجه بعض الكلام الجارح اللي ممكن يسبب نوع من أنواع الإحراج أو سوء التفاهم بالنسبة لبيتك 12 كما ذكرنا في بداية الحلقة برج الحوت طبعا الأجواء تقريبا اليوم على المستوى النفسي جيدة ولكن ابتداء من بكرة بدك تدير بالك الضغط رح يزيد عليك أكثر عشان هيك منقول لك إنجز الأشياء المهمة اليوم ما تأجلها وما تماطل بأعمالك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ما زالت يعني بتشكل لك نوع من أنواع الحيرة أو القلق ممكن تقلق من مسألة مالية أو الالتزامات أو مصاريف أو ممكن حتى أنه تتوتر على بعض الضغوط المالية حافظ على أموالك من السرقة والضيعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والتواصل والحوارات اليوم أنت نشت جيد وعندك قدرة على الإقناع سرعة البديهة عندك جيدة حتى ممكن يكون لك تعامل أو اتصال أو تواصل ما بينك وبين أحد الإخوة وممكن برضو يدعمك في مسألة ما أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الوضع متقلب مازال في بعض الأشياء اللي ممكن موتريتك أو مقلقيتك أو معطية اهتمامك أكثر ممكن هي تصلحات وترميمات أو مشتريات أو اهتمامات بشؤون بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على بيت يعني العاطفي الأجواء اليوم برضو مش قوية كثير على المستوى العاطفي ولكن ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأحد الأبناء أو أمور تجميلية الأهم أنك تضبط أعصابك ما في داعي للانتقادات اللاذعة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ممكن ما تقدر تنجزها بالكامل وبرضو حافظ على وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتركز على بيت الشراكي هنا بشكل قوي فعشان هيك بنقول لك الأجواء جيدة وبتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك وبتحمل مصالحة أو اتفاقية ما بينك وبين الشريك على أمر ما عشان هيك يعززها بقوة وبرضو الفترة هاي يعني جيدة للنقاشات الهادئة والبناءة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بشوف الأمور يعني فيها بعض المسائل المالية أو تهتم بدين أو قرض أو ممكن أنك تراجع بعض الأشياء اللي إلها علاقة بحقوق لا إلك بتحاول تستردها أو أوراق ومعاملات إلها علاقة بالأوراق القانونية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بشخص خارج البلاد أو أجانب عنك أو حتى مراسلات وممكن تهتم بشؤون بشكل جيد إلها علاقة بالامتحانات أو إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو حتى يعني نقاشات عابرة ولكن ضبط الأعصاب ما تبالغ بحضوظك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا شوي بيت السمعة حذر شوي بدك تكون منه حاول ما تشوه سمعتك ما تخل في القوانين ما تجازف وما تغامر اشحن حالك بطاقة إيجابية وخلي علاقتك جيدة ما بين زملائك ما بينك وبين زملائك ورواساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الأجواء بتدعمك بشكل قوي بوسعكم اليوم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن يتعزز شعبيتك وتحصد أرباح يعني ممكن تفرح لو وقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمأن بالك ولكن زي ما حكينا بدك تحذر من الأيام الجاية إنه القمر رح يصير في بيت المتاعب وعلى ذكر بيت المتاعب بما أنه وصلنا لبيتك 12 ما نقول إنه ما زالت الزوايا ضاغطة عندك موجودة شوي فعشان هيك يتعطيل بعض المسائل أو الضغوط اللي قاعدت بتصير عندك بتظلها مستمرة لفترة هاي حاول إنك تراقبها بشكل جيد طبعا في ناس سألوا إنه لقيمة الضغوط هاي رح تظل ورح تظل الضغوط لغاية عيد ميلاد موليد برج الحوت لأنه الشمس طالما هي موجودة في بيت المتاعب طالما الضغط موجود بس يوصل عيد ميلادك بتكون أنت بدأت عامك الجديد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء